الآن إلى سوريا حيث قتل شخصاً إثر وقوع ثلاثة انفجارات في مبنى عسكري وذلك بريف الدمشق الغربي الليلة الماضية وقال المرصد السوري للحقوق للإنسان قال إن الانفجارات وقعت في مبنى الفرق الرابع والحرس الثوري في قرى الأسد فيما نفى أيضاً المرصد إطلاق الدفاعات الجوية قالت وسائل علامة سورية إن غرات إسرائيلية استهدفت مواقع في بلدة الدمس بريف العاصمة الغربي قرب الحدود مع لبنان صحيفة جروزوليم بوس قالت من جانبها إن إسرائيل دمرت شحنة أسلحة إيرانية في غارة استهدفت مواقع تابعة للجيش السوري والميليشيات الإيرانية موسيقى لمزيد من التفاصيل بشأن هذا الموضوع يحدثني ضيفي من القاهرة رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان نعم مساء الخير لا نستطيع أن أؤكد أنها غارة أو أن تفجير داخلي مثل ما حصل في الثالث عشر من شهر أبوغسس الفات والخامس عشر من ذات الشهر عندما فجرت إسرائيل عبر عملائها على الأرض مستودعات صواريخ تابع الحزب الله لبناني ولكن نعود إلى المبنى الذي جرت الانفجارات في داخله هو مبنى يقع على بعد تسعة كيلومترات من الحدود السورية لبنانية أو بضعة كيلومترات من الحدود السورية لبنانية في منطقة قرى الأسد والمنطقة الواقعة من بين قرى الأسد ومنطقة الدماث عائد تحديدا لحزب الله لبناني ولواء القدس في الحارس الثوري الإيراني يتردد عليها أولاء من المصر بأنها منطقة الفرق الرابعة ولكن من يتردد عليه هم حزب الله لبناني والحرس الثوري الإيراني هناك قتلين من جنسية غير سورية غير معلوم إذا ما كانوا من اللبنانيين أو من الإيرانيين ولكن انفجارات ثلاثة وقعت في هذا المبنى وسط تعتيم شامل من قبل النظام مثل التعتيم الذي كان على تفجيرات شهر آب غصص الفائد أي أنه قد يكون الأمر نتيجة عملية استخباراتية إسرائيلية فجرت المبنى الذي من المفترض بأنه يكون مخزن أو يكون نقطة عبور باتجاه الحدود السورية اللبنانية كأسلحة دقيقة وليس مستودع زخيرة كبير لو كان مستودع زخيرة كبير لشاهدنا انفجارات ضخمة وقعت في تلك المنطقة ولكن انفجارات ثلاثة وقعت في هذا المبنى الواقع في منطقة قرى الأسد والمنطقة الواقعة بتحديدا بين الدماس وقرى الأسد على بعد بضعة كيلومترات من الحدود السورية اللبنانية طيب سيد رامي ما الذي يدفعك إلى الشك بطبيعة الانفجار وهل أيضا عدم انطلاق الصواريخ المضادة للطائرات هي دلالة في هذا المستوى بشكل قطعي لم تلطع لعم بشكل قطعي أن هناك لم يطلق أي صاروخ للدفاعات الجوية للتصدي للصواريخ الإسرائيلية في مكان الصواريخ الإسرائيلية أيضا لم تشاهد على الرادارات بأن هناك غارة إسرائيلية ولكن إذا كانت الغارة أو الصواريخ هي من شمال فلسطين أو شمال إسرائيل لا نعلم ولكن ما نعلمه بأنه لم يطلق أي صاروخ للدفاعات الجوية وانفجارات ثلاثة وقعت في هذا المبنى تحديدا الأمر يحتاج إلى عملية استخباراتية لكي تستادف هذا المبنى الذي شهدت فيه حركة قبل ساعات من الانفجارات التي وقعت بعد الساعة الواحدة وعشرين دقيقة من فجر هذا اليوم كيف تتعاطى السلطات المحلية مع هذه الانفجارات من خلال متابعتكم لكل هذه الحوادث سيد رامي وأيضا فيما يتعلق بخصوصية الإعلان عن القتلى والجرحى جراء هذه الاستهدافات تكتم كامل تعتيم كامل من قبل الإعلام النظام السوري الرسمي وغير الرسمي ولكن دعني أقول لك بعد تفجيرات الثالث عشر من شهر آب والخمس عشر من شهر آب كان هناك اعتقالات في عناصر وضباط قوات النظام في ريف دمشق الشمالي في منطقة الحيبة تحديدا في أحد ألوية النظام وأيضا في المنطقة التابعة للفرقة الرابعة في غرب دمشق لأن هناك اعتقالات تجري باتهمة العمالة لإسرائيل بداخل عناصر قوات النظام وضباط النظام كل شكرا لك سيد رامي على كل هذه المعلومات حدثني ضيفي من القاهرة الأستاذ رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان شكرا جزيلا لك